على وقع الأحداث الدامية والواقع الكارثي في اليمن تتكشف معلومات جديدة عن خيوط الأذرع الإماراتية هناك شيئا فشيئا وجديدها فرقة اغتيالات تضم مرتزقة أمريكيين التفاصيل نشرها موقع بازفيد نيوز الإخباري والأهداف اغتيال شخصيات سياسية ودينية يمنية كشف التحقيق عن اتفاق السعان من خلاله ولي عهد أبوظبي بخدمات شركة سبير أوبيريشن الإسرائيلية بوساطة رئيس الأمن الفلسطيني السابق محمد دحلان مستشار محمد بن زايد مقر الشركة في الولايات المتحدة في ولاية ديلاوير وتضم أفرادا سابقين في القوات الخاصة الأمريكية ممن قاتلوا في العراق وافغانستان ويديرها إبراهام جولان وهو مقاول أمن مجري ليست تحقيق مجرد تحليلات بل اعترافات على لسان إبراهام جولان نفسه الذي بدأ أنه غير مكترث بعملياته التي نفذها تصريحات جاءت خلال مقابلة مع موقع بازفيد قال فيها جولان إن برنامج اغتيالات في اليمن أجازته الإمارات وشمل شخصيات هامة واحدة من تلك العمليات حصل على صورها الموقع من عضوين في فرقة الاغتيالات وهما إبراهام جولان وإسحاق جيلمور ويشير تاريخ الفيديو الذي صورته طائرة مسيرة إلى ليلة التاسع والعشرين من ديسمبر كانون الأول من عام 2015 فشلت العملية في القضاء على الهدف وهو إنصاف علي مايو رئيس فرع حزب الإصطاح اليمني في عدن لكن العملية تلقي الضوء مجددا على عمليات الاغتيال الناجحة منها والفاشلة التي وقعت الحزب الإصطاح اليمني وغيره من المكونات اليمنية أما وكالة الاستخبارات الأمريكية فقد نفت أن يكون لديها أي علم بوجود برنامج اغتيال يقوده مرتزقة ويقول الموقع أنه تواصل مع المكتب الصحفي للسفارة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة لكن دون أي رد بيد أن خبراء أبلغوا الموقع أنه لا يعقل تقريبا أن لا يكون لواشنطن علم باستعجار الإمارات شركة مرتزقة أمريكية من قدام المحاربين في الميدان يضع التحقيق كل الجهات المرتبطة بالإمارات في دائرة الاتهام ومنها فرقة أبو العباس والحزام الأمني والمجلس الانتقالي الجنوبي وقد يفتح الباب واسعا أمام أدلة جديدة تفتح التحقيق مرة أخرى في عمليات اغتيال سابقة قيدت ضد مجهول ترجمة نانسي قنقر